ممكن كلنا في فصل الصيف كده بيبقى عندنا نوع من أنواع الكسل وإحنا راحين الجيم ده لو رحنا يعني بسبب الحر كلنا بنعتقد أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة ممكن يبقى مثلا صعب شوية نروح الجيم يبقى شمس الصبح طب بالليل هخرج أو هعط في البيت الكسل اللي احنا كلنا بنمر بيه بطبيعة الحال بسبب ارتفاع درجات الحرارة ناس كتيرة بتبقى خايفة من الإجهات خايفة على صحيتها ناس تانية متعيق لها أن فصل الصيف ده من الفصول اللي وزناها هينزل منه أوتوماتيك كده من غير أي مجهود ومن غير أي كفاح في التمرين يعني مش هنتحكي عن نفسنا كلنا بنمر بالمرحلة دي يعني أنا ممكن أسميها الخمول وممكن نرجعها طبعا الأكسوجين والمعدات الأكسوجين المنخفضة اللي بتخش في الجسم فالواحد زي ما يقوله كده بيبقى مهبط شوية ومعظم الناس على فكرة بتاخدت جيم حاجة أنه هو في الشتاء أنا بعمل فرمة وبيجي في الصيف أنا ما يأما ببوزها يأما بحاول أحافظ عليها ده لو عرفت يعني روح الجيم ده حقيق لكن خلينا يعني نقش الموضوع ده بشكل علمي بشكل أكثر تفصيلا الكلام ده بيحصل ليه؟ إزاي نتغلب عليه بشكل علمي؟ إزاي نقدر نحول الطاقة اللي موجودة في فصل الصيف من حالة الخمول لحالة النشاط الكابتن بدور يحيا مدربة اللاقة البدنية موجودة معنا النهاردة في ستوديو صباح الخرية مصر حنتكلم معها على كل هذه التفاصيل أهلا بك يا جبت من أوراق أهلا بحضرت أوليلي فصل الصيف هل فعلا النشاط فيه بيبقى أقل؟ لا هو العكس بيبقى في الصيف بيبقى النشاط أكتر من الشتاء كمية بيبقى معنا العكس لكن إحنا في الصيف معظم الناس بتبقى عشان درجة الحراب تبقى مرتفعة شوية فده بيخلي الناس عندنا بتبقى مش كلها عايزة تنزل جماعة بتبقى مش كلها قادرة تلعب رياضة بس فإن إحنا نتغلب على ده زي ده إحنا نقوله دلوقتي نعمل إيه؟ هو أول حاجة دايما بنصح إن إحنا ما نوقفش رياضة يعني رياضة عمتاً في كل فصل استنا سواء كانت صيف أو شتاء بس في الصيف بعمل إيه؟ عشان الناس اللي بتشتكي إن أنا درجة الحراب تبقى صعبة شوية مش قادرة أن أنا أنزل مثلا لو هعمل ورمب مثلا فأنا بعرق قوي فبتعب من كده وبالذات الناس كمان اللي هي مثلا بتبقى عندها مريض الضغط عالي مريض الدس يعني سكر الكلام ده كله بيأثر شوية طيب أعمل إيه؟ أو هتغلب إزاي على ده والناس برضو تقول لي ما عندهش وقت موظم الناس بتيجي تقول لي أنا ما عنديش وقت إن أنا من الصبح مثلا أنا هتنجل لي الجانب طيب أعمل إيه؟ أختار أول حاجة أقرب جم البيتي يعني مش لازم أختار مكان يكون بعيد شوية هعمل إيه في الصيف أكتر من الشتاء إن أنا في الشتاء عندي مثلا أنا بيخد وقت تمرين ماكسم مثلا من 45 ديال لل60 يعني ساعة ده وقت التمرين المسائلي بتاعي ما قدرش هزود عن كده طيب في الشتاء مثلا أنا بيعمل إيه؟ بيبتدي إن أنا أعمل ورمب قبل التمرين بيكون وقت أطول شوية بيخد مثلا من 15 إلى 20 ديالة مثلا تسخين قبل التمرين في الصيف أعمل العكس في الصيف يا أوريدي تبقى درجة حرارة الجو مرتفعة فدرجة حرارة الجسم هترتفع معي أسرع فعشان أنا ما تعبش نفسي أو ما جيتش نفسي مش إن أنا هقلل شدة التمرين لكن هقلل وقت التمرين بتاعي ده يفرق معي كتير يعني لو أنا مثلا بعمل ورمب قبل التمرين تلت ساعة مساء عشرين ديالة هخليها عشر ديالة بس تمام؟ هبتدي إن أنا أزود الأوزين لكن أقلل التكرارات بتاعتي يعني هاخد مثلا المجموعات بتاعتي بتبقى أقل شوية من الشتاء وما أنا كده بستسلم للنظرية إن الشتاء إن الصيف فعلا يعني الإجهاد الحرارة فيه بيبقى أعلى أحنا مفروض نحنا درجة حرارة الجسم ترتفع بسرعة مش الإجهاد إنه بيبقى درجة حرارة الجسم ترتفع بسرعة عشان أتغلب لده طب الكالوريز بتتحرق أسرع في إيه؟ في الصيف أو في الصيف في الصيف طبعا أكيد في الصيف لكن إحنا عشان أتغلب على حتة إن أنا الإجهاد الجسمي أو إن أنا بحاس إن أنا يعني بتعب بسرعة أسنائي التمرين فلازم إن أنا أكون بيبقى أشرب سواء كويس أو أهتم بالماء كويس أو أسنائي التمرين أهتم بالسواء بتاعتي إن أنا أخد أعصائر مثلا بس طبعا مش في التمرين يعني في الجنرال يعني أخد أعصائر ما تبقاش فيها الحاجات المصنعة اللي هو السكر تمام؟ أهتم بالكلام ده شوية العيد اللي فاتحنا ده اسمه عيد اللحمة فكل الناس بقى كلت وفتة والكلام ده كله أنت بتنصحي بإيف لما حد يجي لك جيم بزيت لو بنات لو أنا بنت دلوقتي جيت مرة معيك هلها هتنصحيني أعملي كارديو؟ ولا يلا نلعب ويتس هتعملي إيه عشان أحرق اللي أنا عملته في العيد؟ في العيد هو أول حاجة طبعا كان فيه السؤال ده تسألته كتير قبل العيد يا ترى إن أنا أكل إيه أو أكل إزاي؟ أنا دايما بقول إن يعني ما فيش حاجة اسمها نظم أكل أنا بمشي عليه على طول مدى الحياة ده غلا طبعا لكن في حاجة اسمها اللايف ستايل بتاعي إن أنا بنظم أو الأسلوب بتاع الحياة بتاعي ماشي إزاي؟ آه هنأكل بس هقسم وجبات يعني مش معنى إن هو عيد مثلا سواء كان عيد لحمة أو عيد كحك وبسكوت يعني هيكل آه بس مش هاكل كمية الحصل حصل كالب أو ما تعمل إيش دويري بعد إزليك الحصل حصل يعني على حسب الهدف بتاعها في ناس مثلا هي أوريدي ووزنها كويس الشيب بتاعها كويس يعني مش تخينة ومش رفياة عكس مثلا لو حد تاني يعني وزنها في أوفر ويت شوية الوزن الزيادة شوية فبالطبيعة بنعمل طبعا نظام كارديو لازم تمشي عليه مع نظام تمارين مكومة بالأوزين ما بلعبش ده الواحد وده الواحد أنا حاسة أنت ما شاء الله ما شاء الله عارفة تعملي المعادلة دي يعني أنت أنا حاسة فيه ويتس في الموضوع أكيد صح؟ طبعا أكيد أكيد المدربية بقى ليه 18 سنة فطبعا أكيد لازم أبقى وانت مش ضد أن البنات تشيل ويتس حتى لو كتير شوية؟ لا طبعا ما فيش مش ضده خارج بس هي لازم على حسب الهدف برضو بتاعها تاني لان في بعض الناس تبقى داخل الجيم أول ما تخش عايزة تشيل أوزين على طول ده طبعا بيعرضها لإيه بيعرضها لإصابة بالذات لو هي معاش مثلا كتش أو حد وعيف معاها ده ممكن يعرضها لإصابة فلا طبعا البنت تشيل عادة لأن البنت عكس الولد يعني الولاد مثلا من أول أسبوع أسبوعين تلاتين يوم ماكس صلى الله عليه وسلم تلقى العضلات بدأت تطلع هو عنده الهرمون هرمون الزكورة عنده أعلى طبعا من البنت عندها بنسبة بسيطة قوي فمهما شايلة أوزين مش هيطلع لها زي الولد بس بالعكس ده بيشد الجسم بيخلي شكل الجسم مرسوم أكتر لو هي مزبطة أكلها مع التمارين الأكل سبعين في المية سبعين في المية صح صح هو ثمانين كمان في المية بجد؟ نحن ساعد بنظبط أكلنا بس ما بنخسش زي لما بنتمرن لا احنا بنظبط الأكل مش موضوعنا يبقى فيه حاجة غلطة يبقى فيه مش عاملين بالانس ما بين الاتنين مش عاملين توازن ما بين الاتنين طول ما أنا مزبطة أكلي وأنا بدخل الفاتس اللي أنا محتاجها بشكل صحي يعني بدخل الدهون صحية مش دهون در أنا مزبطة أكلي بأكل عدد واجبات تكون متنسقة مع اليوم بتاعي ومع التمرين اللي أنا بتمرنه بأعمل نظام كارديو كويس مع نظام تمارين كويس كده هتلاقي شكل الجسم مجدود شكل الجسم مش بزيد حتى لو بزيد مع التمرين الهوائية والكارديو كل ده بيرجع ايه بيتزبط تاني مش مش بتفضل على طول فيه وزن زيادة بتقولي 80% رياضة أكل و20% رياضة رياضة بالضبط ممكن نلاقي ناس كتير قوي تبقى مثلا بتتمرن بقالها سنين بس شكل الجسمها مش باين عليه فرق ده ناس كتير جد عكس لناس كتير قوي بتنزل تتمرن مثلا معي من أول 30 يوم مثلا معاقسم شهرين بتلاقي شكل الجسم بتادي ياخد شكل وبتقدت تنقص في الوزن كتير عشان حطيطي لها انت النظام الغزائي نظامه زي بنمشي عليه وبزبط لها نظام الأكل بتاعه لمدار اليوم تمام طبعا مش بنلتزم بنظام له مدى الحياة يعني بس لازم في البداية بقى في نظام أكل محسوب سعرات بتمشي عليه كويس قوي مع نظام التمارين التجنب ايه؟ بمعنى في الأكل تجنب ايه في الصيف عشان الإيجاد الحراري وعشان حياتك كتير يعني حطي خطوط عريضة زي ما بيقولوا كده لنظام أكل صحي في الصيف يجنبنا الإيجاد الحراري وفي نفس الوقت يدينا طاقة وباور في الجامع أول حاجة لازم أنا يعني بقابل مشاكل كتير مع بعض الناس بالزيت في الصيف إن أنا بخش التمرين مثلا لأي ناس جايبة معها عصائر وهي طلعة تتمشي على التريد ميل عصائر طبعا بتبقى مصنعة يعني فيها سكر تمام أه نشرب بس نشرب أثناء التمرين عشان ما تعبش زي ما قولت بناخد من لتر اللتر ونص مية أثناء التمرين مية فقط أثناء التمرين ما أخدش أي حاجتين خالص الحاجة التانية إن أنا لازم أبقى يعني على مدار اليوم بتاعي نظام الأكل بتاعي أكون مدخلة فيه سويل أكون مدخلة فيه يعني خضروات الياف؟ أه طبعا الياف ده لازم أدخل فيه بروتين تمام أدخل فيه دهون صحية تمام أدخل فيه كرب الكلام ده كله مهمة قوي قبل وبعد التمرين قبل التمرين ممكن نترجم دهون صحية عشان في ناس بتسمع كلمة دهون دي لا هقول حضرتك بمعنى الأياف طبعا الياه الخضار اللي احنا عارفينه كلنا تمام بعض الفواكه مثلا داخل فيها أليف طيب الكرب بتاعي ده بيكون عبارة عن إيه اللي هو رز مكرون وبطاطس بطاطا اللي هي البطاطا الحلوة مثلا بتاعتنا تمام البطاطس طبعا مش بطاطس مقلية يعني بطاطس هي معمولة بشكل صحيح طبعا البروتين طبعا احنا عارفينه كلنا اللي هو اللحوم البيض الجبن الحاجات دي كلها طيب السمك الفرق الفاتس بقى والدهون الصحية بتاعتي عبارة عن إيه زيها زي المكسرات الشوفان بيبقى داخل فيه دهون صحية بيبقى داخل فيه بروتين طبعا الحاجات دي كلها فيها دهون صحية البطاطا زي من السائلين دي كلها برضو دهون صحية ما عودش ادخل مثلا في سناك فيه سناك بتبقى صحي زي اللي هي الكيكة الرز مثلا زي الحاجات الصحية بتاعتنا فيها دهون او قرب بنسميه قرب يعني دهون معقدة شوية بس دهون صحية لكن ما عودش مثلا ادخل سناك زي بعض الحاجات يعني فتبقى ملينا طبعا دهون ضرة وبتدي اكل منها على مدار اليوم فطبعا ده يؤدي ان انا الوزن عندي هيزيد ومهما ألعب الرياضة انا لما ببقى اتمرن وعايز اكل شوكولاتة باكل بروتين بار بالشوكولاتة بس باكل كتير منه لا كتير من كل حاجة ده غلط وليه توقيتات معينة يعني ما ينفعش مثلا بلاي ناس فعنا بتاخد بروتين بار بس هي طالعة خلاص تتمرن على طول ده غلط طبعا لانا قبل التمرين بنص ساعة لو هاخد حاجة محتاجة حاجة الديني باورة تبقى كوباية قهوة بدون سكر مع موزة بس او قبل التمرين بنص ساعة ده الديني قاور في التمرين اه طبعا وطبعا الكرب المتوقف على الاكل لانا بدخلوا قبل التمرين بساعة ونصف ساعتين لازم اكون وقد ده وجبة يكون فيها الكرب اعلى من البروتين بعد التمرين بعمل العكس بياخد البروتين اكتر من الكرب شوك يا انا وضح ديونها اوكي قبل التمرين مسلا بساعة ونصف ساعتين ببتدي ادخل وجبة الهداء بتاعتي تمام وجبة الهداء تبقى فيها الكرب يعني مثلا لو هدخل رز مكارونة بطاطة زي ما قلنا بطاطة حلوة أقوى يعني أعلى شوية من نسبة البروتين مش بس هيتحرقوا الكرب كل ما بعليه قبل التمرين ده بيديني بيخليني بيديني باور إن أنا قدر أمارس التمرين بشكل أقوى شوية بعد التمرين مش محتاجة الكرب عالي أولا لكن محتاجة أدخل كرب محتاجة على أقل مثلا 30 جرام كرب فلو هدخل يبقى أقل شوية من الواجب اللي أنا خدتها ويبقى البروتين أكتر ليه معلة من الكرب بعد التمرين في أول ساعة في خلال أول ساعة بعد التمرين خلينا نرجع لحتة الحر والتمرينات في بعض الناس في جيم يعني بيبقى فيه open area بالناس تطلع تتمرن بره هل النهاردة أنا حاول أتجنب ده في الحر هل ده يسبب لي إجهاد لعضلاتي حتى يعني حكي لنا كده الموضوع ده بيشتغل ازاي أول مش مش كسة open area بس الكسة كلها بتبقى في دنيانة زي ما وضحت رح يكمل شوية لازم أخذ سوية أثناء التمرين اللي هي الموية تمام لازم أن أنا أقل الوقت التمرين بتاعي نابلأي ناس مثلا بتطلع تلعب كارديو مثلا نص ساعة كارديو بتمشي بس على التريدميل مثلا نص ساعة وقبل التمرين فده هيخلص طاقتها فلو هي بالتالي مثلا تدخل تشيل أوزان أو هتلعب بقى تمرين على عضلة معينة مش هيبقى عندها طاقة ده صح هي عشر دايق مثلا؟ هي عشر دايق بسخن بس قبل التمرين وبعد العشر دايق مثلا لو أهمش على التريدميل أو البيك أو الورب تريك أو أي حاجة أمكانت ببتدي أنزل عمل الديناميك ستريتشز أو الستريتشات بتاعتيلة بتاعت الإطالة بعد كده بتدخل التمرين بتاعي بعد التمرين هاخد كمان عشر دايق مثلا على التريدميل أو ربع ساعة بكتير بس جن وخلي بوقت التمرين بتاعي كله ساكن في الجيم مثلا أوبرن إيريا أو مغلق مش فرقة بس يكون مكسم هي خمس واربعين دايق تمرين وما يطولش عن كده الكافيين والصيف وأضراره والسوديوم وعلاقته بالحر والإجهاد الحراري ده يعني سابجكت أو عنوان مهم عريض ليه علاقة بالقصة بتاعي طبعا هو في بعض الناس بتلاقيها دايما وغدا يما بيعرفوش يبطلو بيجوا دايما يسألوني أنا بشرب مثلا حاجات فيها داخل فيها كافيين كتير شوية أو مشروبات الطاقة عمت كتير شوية تمام كده ومعها كمان اللي قول سواء كان مثلا قهوة شاي الحاجات دي كلها بتبقى كتير شوية طب ده غلط ولا صح تمام هو عمتا غلط سواء كان صف أو شط تنتي لسه أي لقهوة قبل التمرين ومس بس قهوة هي بتبقى مثلا في نجيل قبل التمرين بنص ساعة بدون سكر لكن أنا بلاقي ناس مثلا بتجي تقولي ده أنا بصحة الصبح بادر عريق بشرب قهوة لا عريق بعدها مثلا ناس كتيرة كده ده بالنسبة لها روتين حقيقي ما تقدرش تنزم بيتها غير ما تعمل كده طبعا مع الصيف وطبعا الحاجات السخنة فده بيرفع كمان درجة حرارة الجسم أكتر لكن أنا مثلا أنا منظمة زي ما قلنا الأكل بتاعي مع المشروبات بتاعتي فأنا قبل التمرين هياخد مثلا قبلها بنص ساعة هي في نجيل قهوة بدون سكر مع مزاي بس خلاص جده لو الصبح هياخد مثلا كافاين أو حاجة زي كده يبقى بعد الفطار بساعة على القلب وبرضو بدون سكر لكن ما عودش أشوى في الحاجات دي كتير والبطاطا كمان معانا في الجيم طبعا البطاطا قبل التمرين زي ما قلنا عادي لو قابليها بساعة ونص أو ساعتين وبعد التمرين على طول البطاطا المشوية بعد التمرين على طول بتاعت الشارع دي بتتعمل في البيت أحسن أنا ما برجحش دايما ما برجحش دايما الأكل بتاعش دايما برجح الأكل دي مفيدة فيها فيها طبعا فيها كرب وفيها دهون لا وفيها كمان دهون صحية مش دون دارة للجسم فطمع البطاطا مفيدة جدا بس دايما هارجع أقول تليون صح بالحاجات اللي دايما تتعمل في البيت يعني بلاش أكل الشارع شواء نشكرك كابتن بودور يحيا مدربة اليقاء البدنية يعني أي حد حاسس ان هو كاسلان من الفترة اللي فاتت مش عايز يروح يتجم يعني دي كانت الرسالة ليكم انه روحوا بس كتروا من السوايل على قد ما تقدروا نشكرك يا كابتن بودور شكرا جزيلا مع ان البطاطا في الشرابي وطعمها